ومن الخرطوم ينضم إلينا عبر خدمة سكايب مراسل الغد محي دين جبريل يعني محي بداية رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم اعتبر أن وثيقة كتلة التغيير مرفوضة لاعتبارات عدة لو نتحدث بداية عن هذه الاعتبارات التي تسببت في رفض هذه الوثيقة فيها هذه الاعتبارات لخص جزء منها عبد الرحمن الخدر رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني وقال أن هذه الوثيقة تلغي ادوار مؤسسات سيادية في البلد وتحدث عن القوات المسلحة تحديدا وجزئيات اخرى لم يفصح فيها ولكنها ربما تشير إلى جزئية المحت لها هذه الوثيقة وهي تحدثت عن قيام مجلس سيادي يمارس كل صلاحيات السيادة بالبلاد وهذا مراقبون قالوا أنه ربما تشير إلى مهام رئاسة الجمهورية هذا ما ألمح إليه عبد الرحمن الخدر لطالما ألمحت المذكرة لم تسمي تحديدا ولكنها أشارت إلى ذلك الخضر أيضا تحدثا عن أن الاجتماع الذي انتهى قبل قليل مع الأحزاب في شركائهم في حكومة الحوار الوطني أو حكومة الوفاق الوطني قال إنهم سيرفعون توصية للجهاد المعنية وهذا ربما البرلمان لسحب أو طرد نواب هذه المجموعات التي وقعت على هذه الوثيقة طبعا حركة الإصلاحة الآن فقط فيها التي قالت إنها سحبت منصوديها وهم في التدعب بالبرلمان والمجالس التشريعية الأخرى من بينها مجلس الولايات ولكن بقية الرطوة لم تشر إلى سحب منصوديها من المؤسسات الأخرى سواء كان وزارات أو مقاعد في البرلمان هذا الذي أشار له عبد الرحمن الخدر يعني أن هناك خطوات فعلية ستبدأ لطرد منصوبي هذه المجموعات ماذا عن ردود الفعل يعني محي على ما حدث سواء على المستوى السياسي أو الشعبي وخاصة الشعبي يعني ما مدى ثقل وتأثير الحزب الشيوعي على الشارع الحزب الشيوعي في هام هو الذي أو كثير من المراقبين يقولون إنه هو الدينامو المحرك لحركة الاحتجاجات السابقة رغم أنها بدأت احتجاجات من رجل الشارع العدوى لكن القوى السياسية دخلت على خط اللعبة الحزب الشيوعي هو المحرك لهذه الاحتجاجات بحسب كثير من المراقبين وباعتبار أن القائمة الأكبر للمعتقلين ربما تضم معتقلين من الحزب الشيوعي السيداني نعم محيد دين جبري المراسل الغد من القرطوم شكرا جزيلا لك